حلو قوي أن الواحد يحس النجاحه أستاذ روماني وحلو قوي أنه يشوف ثمرة النجاحة وحلو أنك تلاقي ناس أنت فتحت بيوتهم علشان ربنا رزقك أنت شخصيا لكن الصعوبات اللي تكلمنا عنها بقى كل ما الشغل بيجبر أو كل ما مجالك أنت بيزيد وبتنجح أكتر كل ما المنافسة في السوق بتزيد حقيقي وزي ما نقول إيه عدم المحبة بس عدم المحبة من بعض الأشخاص بيتضيب لك أكتر طبعا بتعمل إيه وتتغلب على تازل إيه أحيانا التجاهل أحيانا التجاهل يعني مش كل حاجة تستاهل أن الواحد أنا بعتقد كده يعني أحيانا مش كل حاجة تستاهل الرد ده في حد ذاته بيبقى أقوى رد يعني فآه طبعا موجود وموجود بقوة على قد الواقع يعني بس إحنا بنتحاول أن إحنا نتجاهل أصلا هقول لحضرتك على حاجة في مرة من المرات كنت بس مع لوعظة القدستة بابا شنودة مسلس الرحمات قال لي نايا حروحه فقال لي الإنسان لو قاعد يركز أن هو يقلع الأخطاء بس مش يبقى عنده وقت أنه يزرع صح فأنا لو قاعدت بس علشان يعني أشوف بس أرد على الغيران ورد على اللي بينافس ورد على اللي بيكذب ورد على مش يبقى عندي وقت أن أنا أشتغل ونجح فأحسن رد أنا بالنسبة لي هما حكتين التجاهل وأن أنا أركز في شغلي ونجح أكتر يعني كون أن أنا أنجح أكتر دي في حد ذاتها درد درد والتجاهل برضو في حد ذات الضرد تاني طيب تيجي نشوف الصور معنا دلوقتي ونشرح لنا كده الصور دي عبارة عن إيه ده سرير أطفال عبارة عن عربية يعني سرير أطفال بس واخد شكل العربية ده كان قاعد فترة أيه هو ده الشكل الترند أو الاطفال كلهم بيحبوه قاعد فترة كبيرة جدا لحد الوقت برضو السرير دوت مطلوب وبقوة بزبط مع اختلاف بقى برضو يعني في حاجات برضو دخل التاني في التصميم بتاعه واختلافات برضو تانية بسيطة ده حلو برضو دي أسفال؟ دي أكتر شبابي أكتر من إن هي أطفال يعني لكن هيا المقاس ممكن يقول عليه إنه ها أطفال لكني هي شبابي أكتر يعني أكتر من إن هي يقول عليها أطفال دي ماستر بشase كده العدد دي تمام دي نفس بتاعت السرير دي نفس بتاعت السرير أه ده دولت بتاعتها ده إيه؟ آه ده بردو اللي بعدها دي هي نفس الآ Abd أو شبهها يعني شبه حلو قوي البنات عندك ليه هم النصيب الأسد أيوة صح أنا حاسة كده فعلا يعني بعدين الاختيار الخاص بكل قوضة حضرتك اللي بتبقى مسؤولة عنده ولا هم اللي بيجيبوا لك الدزاين وانت بتعمله ولا بيحصل ايه التعامل زي ما بينك وما بين العميل هو فيه ناس بيبقوا مثلا مكررين تصميم او دزاين معين يعني ده مين اللي مختاره مثلا بمشي عليه ده العميل ده ولد فبيبقوا فبمشي عليه الدزاين اللي هم مختارين او كده بمشي عليه لكن فيه ناس تاني ما بيبقاش حاطت ملامح معينة يعني ما فيش فبيقولك فهو بقى هنا بيسأل الله ده حلو قوي ده برضو ده تفع دول اتنين مش كده ايوه ده جميل ده برضو توفير للمساح ملدوزر فاللي بيجي بقى طبعا معندوش مش حاطت مثلا ديزاين معين انا بقى بحاول اساعده احنا ممكن نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا وحاول اوريله سور وديزاين من اللي موجود عندنا قبل كده هوات علشان يبقى متخيل حاجة مثلا بعد ما تخلص هيبقى شكلها ايه على الطبيعة فيه ناس يعني مثلا ممكن تشرحيله بس يقولك انا مش متخيل لما تخلص ستبقى عاملة ازاي فبحاول اجمع له سور بيها اقدر اشرح بيها بعد ما تخلص هتبقى بالشكل ده لكن بيبقى عندك افقار للجو للجو القوضة نفسها يعني مثلا استحارة مش عارفة تبقى فين ممكن نستغل البنكت ازاي او كورس التسريحة ممكن نستغله ازاي الارفف ممكن تبقى يعني بيبقى عندك لان انت كحد شغال في المجال ده بيبقى عندك خبرة اكتر من العميل حتى لوانا كعميل عندي شكل من برا لكن الدواخل دي تبقى انت اللي عارف الاول والاخر بتاعها حقيقي يعني مثلا انا فيه بيبقى عندي تخيل مجرد مثلا ما بدخل المكان كده هو سين مثلا قضي اتنوم فبقوله المفروض مثلا ان نحط الدولاب هنا هو السرير يبقى هنا والي اتنينكم انا عندي رؤية انا بقول الرؤية بتاعت المفروض نعمل واحد اتنين تلاتة بحيث ان هي تكون مرسومة يعني بشكل منظم ومرتب ومرسوم انا طبعا بعمل كده هو وبقول كده فبستنى يعني ببقى مطلق هل فيه حد مثلا بيبقى الفكرة تمام خلاص مقتنع تمام وفيه اللي هو مثلا لا بيبقى محدد او مختار لانا هعمل دي هنا هعمل دي هنا بمشي عليه جميل موسيقى المترجم للقناة